هو ده هو ده حرام طب لما واحد طالع مثلا يكتب يقولك قصه طب اللي طالع ده يكتب وطالع مش عاجبه اي حاجة اذا انت بصت رأس خيرة الشاطر طب اقول عليك ايه يعني منتظر منك ايه اذا انت قلت ابدع واحد البندي خيرة الشاطر طب انت عايزنا اقول عليك ايه يعني اقول عليك ايه ما اقدرش اقول عليك ما اقولش اقول للناس بس بصت رأس خيرة اللي هو الارهابي الاخطر واللي قلت عليها افضل واحد مش عارف فين بعدين مين الدايق مين يصعب عليه يعني ولي ايه حضراتكم هزول لحاجة التعليقات تقدي ايه بالنسبة لي هم برح الدكتور احمد القاضي قال ايه ماذا قال ماذا قال سندرس الموضوع ما قالش قررنا زي ما البعض خد ايه شي تحت الدراسة وارد ندرس ونقول لأ او ندرس ونقول اه الراجل قال حاجة نهي بالمناسبة نهي يعني ما طلعش قال اخد منصب الوزير وقال لا قا عملنا ما قالش كده خالص نهي بالمناسبة على الاطلاق راجل تكلم في منتهى العقل والرقي والاحترام انا بقترح دخل اتكلم رد طيب يا دكتور احمد ندرس الموضوع ما قالش والله هنفتح او هنعمل دراسة بعض الموضوعات تقول لك دراسة تاخد اسبوع شهر اتنين سنة وتترك ماذا تحصل قال حاجة غير كده ولكن سات وزيره هو حق يعني قراره قرار وزير يعني لكن بقول انه لكن بقول لكم فيه ناس حبوا يعملوا حراية والبلد مش مستحملة اي شيء على الاطلاق على الاطلاق موضوع يتعارف بالزبط كلام ايه هو لان دايما الناس ايه تغلوش زي ما كانوا بيغلوشهم وانا مصر ان انا اقول كده زي ما كانوا بيغلوشهم يا الله يا جماعة هتقولنا حاجات قولولنا يا جماعة بيحصل ايه بيحصل ايه هنا وهنا وهنا مش كده عايشين الفترات دي ولا مش عايشينها ولا حضراتكو ناسيين يعني لازم اناقعد اقول لكم ما انتو عارفين اكتر حد تاني بقولي عارفين اكتر حد هو اي حد بالنسبالي تحالف مع الاخوان انا ادي له امان انا كاحمد موسى اسق فيه مهما عمل مهما قد من ولاقات لا اسق انا شخصيا بغض النظر عن اي حاجة يتحالف و الناس بتقتل ده جرايد فتحوا صفحاتهم لارهابيين قعدوا معاهم في سيناء بالمناسبة انا بتكلم عن مصر اليوم يعني مش سر يعني ما انا دخلت المعركة دي في الفين وعشرة وتمانية وسبعة وكده يعني مش لسه هتكلم فيها عارفين عشرين عشرين بتكلم ارهابيين في سيناء وقعد ارهاب اسمه سالم الله تقريبا تقتل مطروح كان الوقت ده بيدوره الشرطة بتدور عليه صحفي يقعد معاه ويعمل صفحتين وانفراد انفراد مع ارهابيين مطلوبين قال لك لو جلنا هنقتلهم منشور ارجعوا للتذكرة كان عمر الخياط كاتب الكلام ده يوم السبت اللي فات في اخبار اليوم وغير 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 اذكركم بايه ولا ايه اقول لكم ايه البلد دي تحملت رحموها اشتركوا في القناة